يا مرحبا بك في تيتوريال جديد واللي يكون من نمط الدرس الطويل واللي راح يكون عن نمط التصميم مندوس فورم هو عبارة عن نمط التصميم للبيئة الدوت نت وطبعا راح نبدأ نشرح أيضا من لغة البرمجة سي شارب في درس السابق تكلمنا عن لغة البرمجة سي شارب في فيديو واحد أيضا كان مدة ساعة ونصف واتكلمنا في بدايته عن كيفية تهيئة التطوير الخاصة فينا واللي هي في الأساس في جوال استوديو في جوال استوديو وليس في جوال استوديو كود يعني تحتبر عندنا منصة التطوير اللي راح تبدأ التطور فيها مشاريع وليس فقط كتابة الكود أو عمل ما يسمى عندنا بالكود اديتور فعلى هذا الأساس ضروري أن تكون أنت منصب المنصة اللي هي في جوال استوديو سواء كان عندك تشتول على 2012 أو 2013 أو 2015 أو 2017 أو 2019 ما كأي مشكلة وتكلمنا في هذا الفيديو بالتحدي يمكن أن تشاهد جزء من عدة كنت مطلع على لغة البرمجة سي شارب أنه توضح الفرق ما بين هذه النسخ يعني اعتمادا على مواصفات المشينماتي في الكمبيوتر تبدأ تختار النسخة المناسبة كبيئة التطوير لماذا إذا كانت عندك المواصفات الكمبيوتر ضعيفة نوعا ما تبدأ أن تشتغل على في جوال استوديو 2010 هذا رح يسبب لك مشاكل في العمل داخل المنصة ورح تكون المنصة داخل نمط ويندوز فون ورح تشتغل عليه بطيئة نوعا ما ورح يكون فيها لاق أوكي فيها تقطع في العمل لذلك اختار المنصة المناسبة حسب المواصفات الكمبيوتر الخاص فيك فهموا احنا قلنا في درس سابق أنه بنسبة لبرامج الكمبيوتر يعني تحديدا هنا في نظام تشغيل ويندوز إما أن تكون أنت عندك CUI يعني واجهة سطر أوامر أو واجهة مستخدم رسومي واجهة سطر الأوامر هي كالCMD تماما يعني تكون عندك البرنامج الخاص فيك واجهة سوداء وتأخذ انبوت من المستخدم من هنا بشكل مباشر وعلى هذا الأساس تعطي الاوتبوت بنفس الواجهة يعني أما بالنسبة للواجهات المستخدم فرح تبدي تختلف عندنا العملية وإحنا أصلا هو الويندوز بحد ذاته هو يعتبر عندنا Graphic User Interface واجهة مستخدم رسومي فعلى هذا الأساس رح تبدي تدخل عندك في مجال اختيار نمط التصميم اللي أنت رح تبدي تتبعه في تصميم الواجهات الخاصة فيك كل كائن رح نطلق اسم كائن Object على كل أداة نبدأ نصممها إحنا ونظهرها للمستخدم في الأساس فعلى سبيل المثالة شو عندك عندي هذا البرنامج هذا البرنامج هو جدا بسيط بيشتغل على نمط ويندوز فورب كل الأدوات هذه اللي موجودة أمامك أنت تبدي تصممها إما اعتمادا على الأدوات القياسية لتوفرها لك المنصة أو تبدي تتغير في تصميم هذه الأدوات أي بمعنى أنه إحنا عندنا تصاميم native تحتبر أصلية لنظام التشغيل ويندوز وفي تصاميم تبدي أنه أنت تبدي تعمل عليها تخصيص لذلك تلاحظ أنه مثلا على سبيل المثال لو تبدي تفتح عندك الـ Control Panel أوكي وتبدي تفتح أي نافذة على سبيل المثال تذهب على الـ Hardware & Sound وتبتروع على الـ Sound هذه الواجهة اللي أنت تشاهدها الآن أمامك هذه تحتبر عندنا واجهة native أوكي أصلية بدون أي تغيير يعني خاصة في نظام التشغيل فهم لما يجوا وعملوا نمط ويندوز فورم ورح تشوف الأدوات كل الأدوات هي native هي أصلية ما فيها يتغيير فإنت إما أنه تحتمد على هذه الأدوات وتغير في بعض الخصائص الخاصة وبالتالي الويندوز أو النظام التشغيل رح يبدي يقراها على أساس أن هي أدوات أصلية أوكي ويتعامل معها على أساس تكون عندك native أو لا أنه أنت في الأساس تبدي تغير في البنية الهيكلية الخاصة في هذه الأداء وبالتالي تصبح هذه الأداء يعني الهيكل الخاصة فيها متغيرة وبعض الأحيان ما رح يبدي يقراها النظام ويخلي الكياه مثل ما هي موجودة في الأساس إذن مثل ما تشوفوا أنه كل الآن الواجهات اللي عندنا الآن هي واجهات أصلية أوكي فبالتالي لو تشاهد أنه إحنا عندنا في نظام هس الآن في نظام تشغيل ويندوز 11 أنه عملوا بعض التغييرات الخاصة في قراءة العناصر الأصلية الخاصة في النظام فعلى سبيل المثال عملوا هنا راوند كورنر حافة مدورة على كل فورب وأيضا بعض الأدوات غيروا فيها فالأدوات الأصلية رح تبدأ تختلف عندك من نظام تشغيل لنظام تشغيل آخر فعلى سبيل المثال في نظام تشغيل ويندوز 7 رح يبدأ يقراها بشكل مختلف عن ويندوز 10 عن ويندوز 11 في ويندوز 11 غيروا في البنية الهيكلية أيضا في قراءة بعض الأدوات فعلى هذا الأساس أنه أنت تبدأ تختار ما بين أنه تحتمد على الأدوات الأصلية الخاصة في البيئة رح تشوفها وما بين إيش وما بين أنه أنت تقوم بالتصميم الخاص فيك فإذا تركت الأدوات الأصلية فرح نظام تشغيله ورح يبدأ يقراها ويظهر لك الواجهة الخاصة فيها ورح تبدأ تستفادل كثير من الخصائص اللي منها على سبيل المثال الاسناب اللي موجود عندنا الآن هنا عندك الشادو اللي موجود عندنا الانيميشن الخاص فيها الآن في نظام مثل ويندوز 11 وهكذا إذا الآن خلينا نبدأ ناخذ يعني ندخل على الويندوز فورم ورح نبدأ نتكلم بشكل عملي وبشكل مفصل خلينا ندخل على المنصة نبدأ نفتح منصة أنا طبعا عندي الآن في جوال ستوديو 2019 ونقله open ورح نبدأ نعمل create object new project عفوا create new project وطبعا هذا البروجيكت على أساس يكون عندك ويندوز فورم مثل ما نشوف يمكن تعمل فلتر على سي شار هنا عندك تبدي تفلتر النتاج على أساس يكون عندك نظام تشغيل ويندوز ونمط ويندوز فورم هو فقط يعني نظام تشغيل ويندوز يعني ما يبدأ يشتغل عندك على أنظمة الأخرى كالماك وكاللينيكس فقط نظام تشغيل ويندوز وتبدي تفرق ما بين .NET Core وما بين .NET Framework في فرق ما بين .NET Core و .NET Framework لأن بعض الأحيان رح يدي سبب لك مشاكل أوكي فال .NET Core طبعا في بعض مشاريع تبدي تشتغل عندك على الأنظمة الأخرى لكن بكل حال النمط ويندوز فورم سواء كان .NET Core أو .NET Framework فهو يشتغل على نظام تشغيل ويندوز فراح نقل هنا نكست نقوم بتسمية المشروع كالعادة على سبيل المثال نقل هنا demo UI ثم مع ذلك location الخاص فيه مسار الحفظ و solution name ال name space الخاص فيه وأيضا الفريمورك اللي راح تبدي تعمل عليها target ثم على ذلك نقل له create إذا الآن مثل ما تشوف عملنا ال project وفتحنا بعض النوافذ طبعا ضرور جدا أن يتفهم بيئة العمل بالشكل الصحيح وتبدي تستخدمها وتستفاد من المميزات اللي يتوفرها البيئة التصميم بالدرجة الأساس فإحنا في جوال الستوديو يتكون عندنا مجموعة من نوافذ العمل انت راح تبدي تتعامل معها دائما طبعا في الجهة اليمنى تماما راح تشوف عندك نافذتين جدا مهمات النافذة الأولى اللي هي properties مثل ما تشوفها والنافذة الثانية اللي هي solution explorer اللي هو متصفح المشروع الملفات الخاصة في المشروع الخاص فيك فطبعا نظام العمل أو نظام عرض النوافذ في جوال الستوديو يمكن أنه أنت تبدأ تعرض النافذة بأي جزء هنا من المنصة ويمكن تقوم بإخفاءها وتعمل عليها بين تثبيت فعلى سبيل المثال لو تشوف أنه عندك ثلاث أزرار رئيسية عملية الغلق تغلق تكنسل هذه النافذة من المنصة يعني خفاء تلقائي وأيضا عندك هنا يمكن تقوم بتغيير الخاص فيها فالآن على سبيل المثال نقوم بالضغط على هذا راح تبدي تختفي عندك بشكل تلقائي وبالتالي راح يبدي يعرض لك النوافذة مثل ما تشوفها الآن بشكل عمودي هنا عندك لو تضغط عليه ضغطة واحدة راح يبدي يعرضها إليك ما في أي مشكلة لكن هو يعني هو فأول ما تبدي ترجع تشتغل على المشروع الخاص فيك راح تبدي تختفي يعني تبدي تستخدمها ثم مع ذلك راح يبدي يختفه هذا الشيء جيد راح يبدي يوفر لك مساحة عمل إذا كانت عندك مساحة العمل طبعا صغيرة وبالتالي تحتاج إلى مساحة للتصميم فعلى هذا الأساس أنه أي نافذة يمكن تقوم بعرضها بهذا الشكل أو يمكن تعمل البن عليها بهذه الصورة أوكي لما تعمل البن لاثنين طبعا مثل ما تشوف راح يبدي يعني يضع لك واحدة فوق الثانية أوكي ويمكن يسبب لك بعض المشاكل لذلك أنا اقترح إنه الأولد تجعلها أوتهايد ونافذة البرابارتي تبدي تعمل عليها بن أوكي لأن هذه النافذة داما ما تبدي تستخدمها ويمكن تقوم بتصغير النافذة بهذا الشكل حتى تبدي توفر مساحة للعمل في أجهة اليسرة تماما راح تشوف عندك نافذة جدا مهمة اللي هي الطول بوكس اللي هي الأدوات وهذه طبعا الأدوات اللي إحنا راح نبدي نستخدمها في التصميم أوكي الكائنات احنا نطلق عليها اسم كائنات أبجكت كل أداة تبدي تعرضها هنا داخل التصميم هي تحتبر عندك أبجكت كان فهذه عندنا الطول بوكس الأدوات أو صندوق الأدوات بنفس الشيء يمكن إنه تتعمل عليها او يتم تعمل علي فكس أوكي أو بين بهذا الاتجاه وبالتالي راح يبدي ينعرض عندك بهذه الصورة طبعا أي نافذة من هذه النوافذ لما تكنصلها من هنا فيمكن إن ترجع عليها وتبدي تعرضها في بيئة العمل فيمكن تذهب على من هنا ثم مع ذلك راح تشوف عندك مجموعة مجموعة من النوافذ هذه كلها نوافذ يمكن تقوم بعرضها على سبيل المثال عندك هنا متصفح المشروع فاذا عملت عليه قمت بغلق النافذة يمكن تعرضها منها أيضا عندك في الويندو في الويندو الأخرى راح يشوف عندك مجموعة من الويندوز اللي يمكن إنه تستفاد من عدها اللي منها الدوكومنت أوتلاين هذا جدا مهم أيضا نقوم بعرضه اضغط عليه ضغطة واحدة راح يبدي عرضه لك هنا اوكي مثل ما تشوف هذا الدوكومنت أوتلاين راح يفيدك في التصميم ويبدي يعرض لك جميع الكائنات اللي انت راح تبدي تقوم بتصميمها على سبيل المثال الآن احنا داخل هذا يحتوينا على فورم واحد الآن الفورم هو ايش يحتبر عندنا يحتبر عندنا الحاوية الرئيسية الخاصة في المشروع مالتنا وطبعا الفورم اللي هي الحرية في عادة تصميمه يمكن إنه تحتمد على التصميم النايتف الأصلي الخاص في نظام تشغيل ويندوز يمكن إنه تصميمه بالشيء اللي انت تريده وطرقنا سابقين شوه يعني نقول لك نيتف أصلي يعني خاص في نظام تشغيل يعني واجهة تكون قياسية فعلى هذا الاساس مثل ما قلنا عدنا نها مجموعة من النوافذ المهمة اللي هي نافذة البرابارتيز نافذة السلوشي اكسب لورا وهنا عدنا نافذة التولبوكس هذه نوافذ العمل الرئيسية اضافتها لذلك إلى مساحة العمل مثل ما تشوفها اللي تبدي تعرض لك إذا كان عندك تصميم يعرض لك فورم وإذا يمكن تدخل داخل الكود من خلال نقر كليك كيمين ثم مع ذلك تعمل view على الكود من هنا أو بشكل سريع اضغط على F7 من الكيبورد رح يبدي يدخلك على الكيبورد ولكن يمكن انه هذا يبدي يعني يتشكل مع الاختصارات الخاصة في الكمبيوتر الخاص فيك فانا افضل يعني كليك كيمين ثم مع ذلك view كود تدخل على الكود فالآن مثل ما تشوف الآن دخل لنا على الكود behind الكود الخلفي الخاص في هذه الواجهة السابقة اوكي اذا هذا عندنا التنصيب مثل ما تشوف الآن كل الواجهات او كل الكلاسات او الملفات اللي انت رح تبدي تفتحها رح تبدي تنفتح عندك على شكل تابات هذه عندك تاب وطبعا يمكن ترجع عليها بهذا الشكل اذا هذه عندنا الواجهة هذا عندنا الفور اللي احنا رح نبدأ نصممه والكود الخاص فينا اللي احنا هو في الاساس كو سي شارب رح تبدي تكتبه هنا بهذه الواجهة اوكي طيب هذا الملف هو في الاساس موجود عندك في في متصفح المشروع فلو ترجع على متصفح المشروع رح توجد عندك هنا الفورم وان اللي هو الملف الخاص فينا فبالاساس هذا الملف رح يبدي يحتوي لك على مجموعة الملفات اللي الآن احنا تصفحناها ولكن خلينا احنا نبتدي مع المشروع الخاص فينا مشروع من دوس فور من وين رح يبدي يتكون عندك طبعا مثل ما عملنا احنا عملنا السلوشن السلوشن يعني يمكن ان يحتوي على اكثر من بروجيكت اكثر من مشروع اوكي احنا يعرف انه يمكن يكون عندك برنامج ولكن هذا يعني مشروع يحتوي على اكثر من برنامج اوكي فعلى هذا الاساس احنا داخل السلوشن يمكن تضيف انت اخر يعني تعمل اد من هناك طبعا راح تبدي تنعرض لك واجهة ثم مع ذلك تعمل اد وتقوم باضافة مشروع جديد وهذا المشروع ما لاتنا هو بحد ذاته يتكون من الات يتكون منافذة خصائص المشروع المصادر اللي انت راح تبدي تستخدمها في المشروع وايضا ملف الاب config اللي هو ملف راح تضع فيه بعض الامور المهمة كالاعدادات نص الاتصال فيه قاعدة البيانات مجموعة من الامور الاخرى وهذا عندنا الفورم اللي بشكل افتراضي طبعا ثم مع ذلك ملف البروغرام دوس سي اس هذا هو الملف اللي بالدالة الرئيسية اللي احنا تكلمنا عنها اللي هي اسمه ستاتيك فويد مين اللي في الاساس تعمل لك رن على ايش تعمل لك رن على الفورم الساوق اوكي طبعا هنال هذي وظيفة تعمل لك اه التشغيل على الفيجول ستايلز ثم مع ذلك تعمل اه رندرينج اه لهذا الكلام ثم على ذلك رح تعمل لك رن على الفورم المعني هذا الفورم الخاص فيه اوكي اذا هذي بالنسبة الى ملفات المشروع وطبعا انت المشروع في الاساس الخاص فيك رح تكون مجموعة من الملفات ليس ملف واحد يعني قد تكون واجهات مستخدم او قد تكون ملفات اخرى او قواعد بيانات او الى هذه الامور فعموما جميع الكمبونة او جميع الادوات اللي يمكن تضيفها للمشروع يمكن تنقرك الكامل هنا ثم على ذلك تعمل اد ثم على ذلك رح تشوف كل الامور اللي يمكن انه انت تبدو تضيفها من خلال تضغط على ثم على ذلك تبدي تنعرض لك النافذة اللي يمكن انه انت تضيف فيها الادوات اوكي وطبعا هذا بشكل عام احنا دا نتكلم اذا هذا بالنسبة لواجهة المستخدم او الهيكل الخاصة في نمط التشغيل ويندوز فور عندنا واجهات مستخدم عندنا نوافذ عمل مهم ما راح تشوف احنا داما ما راح نبدي نشتغل عليها وايضا عدنا الكود او ملف يعني النمط يبدي يشتغل لك كتصميم هنا وفي الخلفية عدنا هذا الكود بهاين او الكود الخلفي له في الاساس يبدي اه اللي هو تابع لهذا الملف فلو تذهب على متصفح المشروع راح تشوف انه عندك هذا الفورد اوكي ثم على ذلك لو لو تبدي تعمل عليه راح تشوف انه في ملف في ديزاينر اوكي هذا ديزاينر اللي هو الخاص في التصميم وايضا في اللي هو الاساس هذا اوكي تبدي تفتحها راح تشوف عندك ملف السي اس طبعا ملف السي اس يمكن انه تنقر كلك كامن تعمل كود راح يبدي يعرض عليك هذا الكود الخاص فينا إذن هذا الديزاينر هذا الديزاينر إحنا في الأساس رح نبدأ نصمم دراجان دروب كما تشتغل على برنامج فوتوشوب تأخذ الأدوات تبدي تسقطها وتغير اللوكيشن الخاص فيها وتغير خصائصها ثم مع ذلك رح تبدي تسمي هذه الأدوات وتبدي تتعامل معها وتستفاد من الخصائص الخاصة فيها مع المستخدم ولكن في الأساس إنت لما تجي هنا نتصمم فهو إيش رح يبدأ يعمل في الخلفية هو رح يبدأ يشتغل لك على الديزاينر رح يبدأ يولد لك الكود الخاص في الديزاينر هذا مثل ما تشوفه هو يعمل على الكود بالوقت تبدي تعمل على هذه الصورة لهذا البلف اللي هو الديزاينر رح تشوف الآن هو عامل يعمل لك على الكمبونات وهذا الفورمانتنا هذا الفورم مثل ما تشوفه مضطي خصاص مضطي نيم مضطي تيكست مضطي اوتو سكيل إلى هذه الخصائص الأخرى طبعا جميع الخصائص اللي أنت تقوم بتغييره هنا رح تبدي تنعكس عندك على الديزاينر أي يبدأ يعمل عليها بشكل ترقائي ولكن غالبا أنه أنت ما رح تبدي تحتاجه لهذا الديزاينر يعني الكود الخلفي ويمكن أنه تحتاجه في بعض الأمور في مراحل معينة ولكن عموما الآن ما رح نبدأ نستخدمه إذن هذه كانت فكرة أو الهيكلة العامة لنمط ويندو اسفو الآن طبعا تضغط على ستار تتأكد أنه كل شيء الآن عندك تمام مثل ما تشوفه الآن اقرأ الأوتبوت هنا ندي يعمل لك أوتبوت يعمل لك بلد علي أوكي مثل ما تشوفه الآن هذا هو الفورم الخاص فينا واللي هو مثل ما قلنا فورم أصلي يتكون لك من الآتي يتكون لك من الأيقونة يتكون لك من العنوان ويبدأ يتكون لك من صندوق الأدوات اللي هو في هذا طبعا مثل ما تشوفه تقدر تحركه من هنا أوكي تقدر الآن تعمل تكبير وتصغير على الفورم هذه نقطة جدا مهمة يعني هذه خاصية جميع شيء الآن دعنا نتكلمه ونتفعل معا المستخدم أنت تحتبره خاصية ولك الحرية في تغييره هنا نستطيع التكبير من هنا أوكي على كبر الشاشة هنا يمكن تعمل كلوز عليه مثل ما تشوف هذه خصائص في النظام يعني كل نظام إلى الخصائص الخاصة فيه لو تروح تبدي تشغل هذا البرنامج الخاص فينا في ويندوز عشرة ما راح يبدأ يعمل لك سناب لهذا شيء لذلك هذه أمور خاصة في النظام هنا عندك إلى التاسك بار أوكي إذن هذا كان يعني فورم أصلي أوكي لما تضيف أي فورم هو يجيك عندك بهذا الشكل فالآن مبدئيا في مجموعة من الخصائص يمكن أنه نبدأ نتكلم فيها عن الفورم إذن كلامنا السابق كان عن البيئة بشكل عام والهيكل الخاصة في النمط وهذا طبعا هو يحتبر عندك الركن الأساسي في نمط تشغيل ويندوز فورم إحنا قلنا أهم شيء أنه تفهم البيئة وتبدأ تستفاد من عندها في الدرجة الأساسي وتبدأ تفهم أنه الملفات وين تضيفها شون راح يصير شون يشتغل عندك النمط بعد ما تفهم لهذا النمط تبدأ أنه أنت تبني واجهاتك وما في أي مشكلة يعني أنت عندك أدوات تبدأ تغير الخصائص الخاصة فيها وتبدأ تستفاد من عندها في التصميم الخاص فيك فالآن خلينا نتكلم عن أهم كائن أو أهم عنصر موجود عندنا في النمط اللي هو الفورم الفورم طبعا يحتبر عندنا الحاوية الرئيسية للكائنات والحاوية التي تحتبر عندنا الكنتينيرز يمكن أنه أنت تبني تتحكم فيها وترتب الأدوات الخاصة فيك بالشكل اللي أنت تريده فالآن لو تذهب لي على الخصائص الخاصة في النمط أو في الفورم راح تشوف أنه عندك في نافذة الخصائص مجموعة من الأمور طبعا أول شيء يمكن تقوم بترتيب هذه الخصائص أوكي هذه الخصائص ترتبها بشكل أبجدي أو تقوم بترتيبها على شكل إيش على شكل النوع الخاصي طبعا أنا أفضل أنه نرتبها بشكل أبجدي حتى نشوف أنه اسم الخاصية ونبدأ نتبحها بشكل مباشر ونوصل لها وكيف الآن مرتبها لك هو ABCD ثم على ذلك راح تشاهد أنه عندك أيضا هناك قائمة أخرى اللي هي الأحداث والأحداث المقصود فيها هي الأمور راح يتفاعل معا المستخدم من عملية نقر تحريك مؤشر الماوس دخول مؤشر الماوس خروج مؤشر الماوس عملية التكبير والتصغير عملية غلق البرنامج كل هذه عبارة عن أحداث عملية الرسم هذه عبارة عن أحداث جميع أمر يقوم بالمستخدم مع البرنامج الخاص فيك أحداث فلو تبدي تتجي على الأحداث راح تشوف عندك مجموعة من الأحداث وعملية إنشاء الأحداث هنا داخل النماط جدا بسيطة ومجرد أنه تنقر مرتيا من هنا على أي حدث راح يبدي إنشاء لك ورح نبدأ نتكلم عن الأحداث بالتفصيل في قسم آخر إذن الآن بالنسبة للخصائص اللي أنت لازم تاخذها بنظر الاحتبار للوندوز للفورم الخاص فينا أول خاصية طبعا اللي هي الإسم بعض الخصائص طبعا راح تكون عندك متشابهة مع الكائنات لذلك هذه الخصائص أغلبها راح تكون مع الكائنات الأخرى فأول شي طبعا عندك الإسم هذا الكائن اللي هو الفورم إليه إسم خاص فيه حتى بتيت بتتعامل معابر مجيئا في الدرجة الأساس وهنا طبعا بشكل افتراضي اسمه فورم 1 على سبيل المثال راح أسمي فهذا فرم 1 هو اسم الكلاس أوكي هذا أصبح عندنا اسم الكلاس بلو تنقر كلي كامية تروعها للفيو كود راح تجد إنه أوكي الكلاس مالتنا الصنف مالتنا أصبح اسمه فرم واللي هو في الأساس يعني يرث من فورم فورم اللي هو الكلاس الرئيسي الخاص في المكتبة أو الخاص في النمط أوكي ثم على ذلك عندك هذا اللي هو هذا يحتبر عندنا الكونستركتر مشيد الفئ اللي يبدأ يعمل لك بناء للكائنات اللي انت راح تبدي تضحها هنا أوكي إذا مثل ما نشوفها الآن هنا عندنا مجالات الأسماء المستخدمة من ضمن مجالات الأسماء المستخدمة اللي هو system.windows.forms اللي هو في الأساس إنه إحنا بدينا نتعامل معه ومثل ما قلنا إنه هذا عندك البارشير الكلاس اللي كلاس اللي هو FRM اللي هو يبدأ يعمل لك يعني يرث من الفورم وثم مع ذلك عندك هنا كونستركتر مشيد الفئ اللي داخل مثل يسمونه انيشيلايز كمبونة تعمل لك عادة بناء على الكائنات البعلي فعلى هذا الأساس طبعا الاسم جدا مهم اللي هو يبدي يغيره كاسم الكائنا حتى تبدي تتعامل معه برمجية أيضا من هذه كلها طبعا خصاص بعض الخصاص رح تبدي تحتاجها في نقطة معينة وبعضها ما تحتاجها انا رح أبدأ أعطيكهم الخصاص اللي لازم تأخذها من نظر الاحتبال هنا عندك الفون طبعا الفونت من الخصاص المهمة اللي رح تبدي تتعامل معها مع الكائنات واللي هي خصائص مظهر في الدرجة الأساس طبعا لما تضغط هنا على هذا التاق رح يبدي يعرض لك هذه النافذة القياسية منه تختار الفونت تختار الستايل الخاص فيه تختار السايز ثم بعد ذلك تضغط على أوك رح يبدي يغير لك الفونت الخاص في هذا الفون إضافة لذلك عندنا أيضا الفور كالر يعني اللون الأمامي وأيضا عندنا الباك كالر من هلا مثل ما تشوف هذا عندنا الباك كالر يمكن نقوم بتغييره وتضغط على القامل المستدرح تبدي تنعرض لك ثلاث يعني ثلاث أمور أساسية خاصة في الألوان كاستم يعني فتش كاستم وعندنا الويب وأيضا عندنا السيستم وطبعا هنا بالنسبة للألوان فهذا نظام لكل الكائنات كل الكائنات رح تبدي تغيرها بهذا الصدد يعني كخصاص أيضا عندنا خاصية جدا مهمة وهذه خاصة في الفور اللي هو الفور بوردر ستايل الستايل الخاص في هذا الفور مثل ما تشوف الآن الستايل الخاص فينا إنه يحتوي على الأزرار الثلاثة تكبير تصغير وأيضا عندنا التايتل والأيقونة أو يمكن أن يقوم بتكبيره وتصغيره فهذا يسمونه زيزة بول يعني أنت تقوم بتكبيره وتصغيره يعني الفورم القياسي لو تقوم بالنقرة على القامل من السدل رح تبدي تنعرض لك مجموعة من الخصائص أهم خاصية رح تشاهدها أنه تتعامل معاها دائما ما تبدي تصمم فورم بشيء أنت تريد اللي هو أنا لما تعمل هنا طبعا رح يبدي يعمل لك الفورم بشكل يعني كائن مصمت يعني لا يحتوي على أي تايتل بار أو على أي شيء لما تقوم بالتنفيذ فالآن طبعا ما رح يبدي يعرض لك أي شيء حتى تبدي تخرج أو إلى هذه الأمور فتضطر هنا تعمل ستوب بالنسبة لعملية الدباق فعلى هذا الأساس طبعا يمكن أنه تستفاد من عنده ذاردة أنه تصمم الفورم الخاص فيك النمط اللي أنت تريده وبالتالي لما تعمل هنا رح تبدي تدخل عندك أنه يصبح عندك الكائن غير قياسي وغير نيتف غير أصلي وبالتالي ما رح تقدر تعمل سنابينغ عليه أو إلى هذه الأمور مثل ما نشوف الآن احنا عدنا في جوال استوديو منها هو غير قياسي أوكي لما نضع عليه مؤشر الماوس ما قدر أنه أشاهد عن السنابينغ الخاص فيه تمام؟ أوكي إذن نرجع للفورم بوردر ستايل عندنا مجموعة من عندنا الفيكس السينجل يعني يكون عبارة عن سينجل أيضا عندك ثري دي يكون التصميم الخاص فيه بهذا الشكل يعني فيه شادو وحدود للداخل يكون عبارة عن دايلوغ يمكن أنه يكون عندك فيكس التول ويندو يعني يكون عندك بس هنا الأكس الخاصة فيه الغلق ويمكن تكون عندك زيزو بال يعني تستطيع أن تقوم بتكبيرة وتصغيرة على هذا الأساس خلينا نرجع إلى شكله الإفتراضي هنا أعدك الإيقونة الخاصة في الفورم هذه يمكن تقوم بتغييرها تنقر هنا على هذا التاك وتختار أي إيقونة خاصة فيك أوكي بصيغة ICO تمام؟ لو تنزل للأسفل أيضا راح تشوف عندك الأباسيتي أوكي الشفافية الخاصة فيه يمكن تقوم بتغيير الشفافية الخاصة في الفورم أيضا مثل ما تشوفه هنا خاصية شو ان تاسك بار يعني هل هذا الفورم راح يبدأ نعرض عندك في التاسك بار الآن مبدئين هو يبدأ نعرض لو تشوفه لما تعمل عليه رن راح تشوفه بالتاسك بار فيمكن تقوم بالتكنسل بعض النوافذ أنت ما تريد تتعرضها في التاسك بار فيمكن أنه تكنسلها تعمل عليه فولز طبعا هذه الخاصة تأخذ قيم قد تكون قيم رقمية أو نصية أو تكون عندك ترو فولز أو أي قيمة أخرى أيضا عندنا من الخاصية المهمة اللي هو size الحجم الحجم طبعا احنا هنا جدا مهم نهتم بالحجم البرامج خاصة لتكون عندك ضمن قياس معين بالنسبة للأدوات فعلى سبيل المثال تختار الحجم على أساس يكون عندك 1080 مثلا ب720 في height يعني width and height على سبيل المثال أيضا عندك start position أول ما يبدي يشتغل عندك يبدي يشتغل عندك في center screen وهو في default location من هنا على الاتجاه الأيسر دائما ما البرامج تبدي تشتغل أو في center screen طبعا لما تجعله في center وتعمل start أول عملية انبثاق للفورم هتكون عندك في center تماما أوكي طيب الآن في الأسفل أيضا عندنا text هذا النصة والtitle اللي انت تشاهده الآن أمامك يعني هنا عندنا الform title هذا يمكن تتغيره إلى title الخاص في الفورم مثل ما الشادة الآن تغير بشكل مباشر عندنا خاصية top most يعني بعض النوافذ تشاهده أنت في نظام تشغيل ويندوز دائما تكون أمام البرنامج ولما تنقر ما تبدي تختفي دائما تكون في الأمام فهذا يعني ياخذه من نظر الاعتبار أيضا top most لما تجعلها through طبعا يكون عندك top يعني ما راح يبدي يكون للخلف أبدا الويندوز state اللي هي حالة التشغيل هل هو normal يعني بهذا الحجم الآن هو دائما يشتغل عندنا بهذا الحجم اللي احنا جعلنا 1080 720 بيكسل فيمكن تقول أنت اوكي هذا البرنامج الخاص فيه أول ما ريدي يشتغل يشتغل على كبر الشاشة أو على صغر الشاشة أو البرامج يمكن تكون أول ما تشتغل تكون في taskbar يعني ما تنعرض أبد فعلى هذا الأساس يمكن تقوم بتغيير الويندوز state إلى مثلا maximize or minimize فتجعلهم maximize وبالتالي راح يبدي يشتغل عندك النماط أو الفورن في الأساس على كبر الشاشة في أول في أول تشغيل في أو في أول انبثاق طبعا هذه كانت أهم خصائص يمكن تأخذ بنظر الاحتبار بالنسبة إلى الفورن وطبعا مثل ما قلنا مجموعة من الخصائص المشتركة خصائص المظهر الاسم الباك كيلر يعني الخلفية الفونت الفورك كيلر أيضا عندك التكست أيضا نفس الكلام يبدي ينطبق على مجموعة من الكائنات الأخرى أوكي إذن في الجهة اليسرى مثل ما تشوف عندك التول بوكس الأدوات اللي إمت راح تبدي تستخدمها في التصميم وطبعا لازم تأخذ بنظر الاحتبار في أدوات مثل ما قلنا قياسية تجيك مع النمط أوكي وفي أدوات يمكن تستعين فيها من مكتبات تصميم من شركات من مطورين بعضها مجانية بعضها مدفوعة فعلى هذا الأساس مثل ما تشوف أنه عدي أنا مجموعة من الأدوات المضافة عندي من مكتب يسمونها ديف إكس بريس والآن هي هذه ديف إكس بريس نبدأ نتكلم عليها يعني في تيتوريال خاص فيها ولا كريد من عندك أنه ما بعد هذه يعني ما بعد هذه الكاتيجوري ما بعد هذا الصنف أوكي ما تبدي تأخذ بنظر الاعتبار يعني من هنا فما فوق كل صنف اسم بدايته دي إكس هذا خاص في المكتب يسمونها مكتب الدي في إكس بريس فيها مجموعة من أدوات القياسية الممتازة اللي يمكن تستفاد من عندها في المشاريع الخاصة فيك فالآن مثل ما تشوف أنه عندك في الطول بوكس مقسمة عندك على مجموعة من الكاتيجوريز مجموعة من الأصناف أول صنف اللي هو يبدي يعرض لك كل الأدوات اللي موجودة عندك ضمن النمط سواء اللي مضافة ضمن المكتبات أو اللي جاية عندك ضمن النمط بشكل تلقائي والآن عندك هنا عندك مجموعة من التقسيمات لازم تنتبهها وتأخذها بنظر الاعتبار حتى تقول آني أوكي آني كأول مرة أبدي أستخدم النمط لابد عندي تصنيف في التصنيف معين على هذا الأساس أوجد الأدوات وأبدي أستخدمها عندك هنا أنا أكثر الأدوات استخداما اللي هي موجودة عندنا اللي مثل ما تشوف الآن عندك البوتون الزير تشيك بوكس اللي هذا يعمل تشيك مثل ما تشوف لاحظ الايقونة تأشر لك على نوع الأداء إذن خليني نبدي نسحب ونسقط الأدوات حتى نشاهد التصميم الخاص فيها هذا عندنا البوتون هذا عندنا التشيك بوكس هذا عندك الشيك لست يعني لسته أوكي وعندك الكمبو بوكس يكون عندك بهذا الشكل كومبو ايضا عندك الدي تايم بكر أوكي يكون عندك بهذا الشكل عدك اللي بوجود مجرد نص ثابت ثابت. طبعا سحب وإفلات. الأداة سحب وإفلات. وعندك مثل لينك ليبل. لكن يكون على شكل ليبل. يعني ياخذ كليك. هو كل حدث الخاص فيه. وايضا عندك لست بوكس. هذي لستة. تكون عندك بهذه الصورة. ايضا عندك الماسك التكس بوكس. نبدأ نتركه. يعني ناخذ أهم الأدوات. يعني هاي خاصة في الايكون. نومريك. اوب داون. مثل عندك البكتشر بوكس. ايضا من الأدوات المهمة. اللي يمكن انها تاخذ لك كفة صورة معينة. الان راح نبدأ نضيف عليها صورة. عندك الراديو بوتون. هذا راديو يكون عندك بهذا بهذا الشكل. عندك الريتش تكس بوكس. تكس بوكس ولكن انه يكون يعني كالوصف. نتقل له مثلا يكتب لي وصف معين. وعندك التكس بوكس اللي هو صندوق ادخال. فرق ما بين التكس بوكس وريتش تكس بوكس انه هذا يتدخل فيه اكثر من سطر. اوكي. مثلا تقل ادخل اسمك. فالاسم هو سطر واحد. اما هنا عندك اكثر من سطر. ايضا عندك التول تيب. التول تيب هي اداء ما تبدي تنعرض عندك هنانا. لكن تكون معروضة عندك في الاسفل. يعني هنا في الستاتس باس. بعض الادوات تبدي تستخدمها كادوات في التصميم. وبعضها تبدي تستفاد من حالتها البرمجية. يعني هسا التول تيب يقصد فيها التيب الخاصة في الاداء. يعني الان لو ابدي اهنا اروح على على هذا الزر. رح يقل لك انه شاهد هذه التيب اللي موجودة. ريستر داون. اوكي. مثلا تضع على على اي اداء موجودة عندك هنا او اي اداء مثلا على سبيل المثال داما ما يستخدمونها. يقل لك اندو. هذا هو التيب المقصود فيه. اوكي. فهذه رح تبدي تفعل لك خاصية التيب. اللي هي خاصية رح تتواجد عندك على كل كائن موجود عندنا. فعلى سبيل المثال روح تروح على البوتن. راح تشاهد فيه تيب. يعني لو تنزل الاسفل تروح على حرف تي. مثل ما قلناها راح نبدأ رتبهن. تروح على حرف تي. تيب. او طول تيب. راح تشاهد عندك ايش. راح تشاهد عندك مثل ما نشوف. طول تيب اون. طول تيب هذه تضع التكس الخاص فيها. يعني تاخذ التوتيب. بالنسبة للتكس اللي راح يبديني نعرض عندنا. عموما عندنا الويب براوزر. يعني متصفح ويب يمكن تستفاد من عدة في هذا الغرض. اذا هذي كانت اهم او اكثر الادوات استخداما اللي تبدي تستخدم عندك في التصميم. وبالفعل يعني احنا الادوات اللي انت تشاهدها امامك هي هذي الادوات داما ما تبدي تستخدامها. هذي الادوات اللي انت راح تبدي تشاهدها وتعمل ستارت عليها. الانه طبعا ما غيرت فيها مجرد سحبتها وسقطتها على الفورم. هذي الادوات تعتبر عندنا نيتف. هذي اللي اتكلم عليه. يعني انا ما غيرت في اي خصاص. عملت تغيير الفونت وهذي ما تعتبر عملية تغيير هيكلية للاداة. اوكي. اذا هذي بالنسبة للادوات. button checkbox list linked label radio button هنا عندك وهذا عندك تكس بوكس وهذا الخاص فيه. اوكي. اما بالنسبة الادوات الاخرى. اه القسم اللي بعده هي الحاويات. راح نبدأ نتكلم عليها بعد هذا القسم. الحاويات هي تستخدم لترتيب الادوات. يعني مثل ما نشوف الان انسقطت الادوات بشكل عشوائي داخل الفورم. وانت طبعا ما تبدي تصمم بشكل مباشر على الفورم. يعني مبدئيا اول شيء لازم تقوم بوضع الحاويات. تقوم بتقسيم الفورم الخاص فيك. الى الحاويات المعنية. يعني تصور معينة وعندك مجموعة من الادوات تريد ترتبها بشكل افقي. او مجموعة من الادوات تريد ترتبها بشكل عمودي. او مجموعة من الادوات تقوم بترتيبها على شكل يعني على شكل صفوف خلايا موجودة في صفوف وامدة. فهذه الحاويات راح تيبدي تساعدك في هذا العمل. طبعا عندنا مجموعة من الحاويات مثل ما نشوفها اللي يترتبها بشكل افقي عمودي لجروب بوكس. هذا يقصد فيه القروب طبعا مثل لو تسحبت سقطة هذا القروب يمكن تاخذ عليه مجموعة من الادوات الاخرى. عندنا البنال اهم حاوية موجودة عندنا. اللي تعتبر عندنا حاوية قياسية تضع فيها مجموعة ادوات. عندنا هنا مقسم عندنا تاب كونترول. وايضا عندنا تايبل يعني حاوية ولكن تقسم الى مجموعة من الاعمدة والصفوف تنتج لك خلايا. هذا بالنسبة الى الحاويات. الادوات اللي بعدها القسم اللي بعدها هو قسم خاص في المينيوز. المينيوز طبعا هذه اللي موجودة عندنا مثل ما تشوفها الان. عندك في الفيجوال ستوديو. هذه المينيو. اوكي. فيمكن انه انت تستفاد من عدها. هذا عندنا في المينيوز. وايضا عندك الكمبيوننس. عندنا في بعض الكمبيوننس الاخرى. اللي هي في الاساس مثل ما قلنا احنا بعض الادوات ما تبدي تنعرض عندك هنا. تبدي تنعرض هنا في الاسفل. يعني سبيل مثال انت تفكر تقول انا اريد فد اداء. تبدي تحسب لي فد توقيت معين حتى ابدي انفذ. فبالتالي تقول انا احتاج تايمر. اذا تروح على الكمبيونت وتشاهد انه يمكن تستفاد من بعض الكمبيونت اللي هنا اللي منها تايمر. فتاخد تايمر وتبدي السقطة فرح يجيك في الاسفل. هذا التايمر في مجموعة من الخصاص. ولكن هو ما ينعرض للمستخدم. هو خاص فيه. برمجي يمكن تستفاد من الخصاص الخاصة فيه. فهذا التايمر يمكن تقوم بضبط الخصاص. تقوم بضبط المدة وتفعله وتبدي تستخدمه في يعني في المشروع الخاص فيه. اوكي. هذه ككمبيونت. ايضا عندنا القسم خاص فيه الديرة. في البيانات. وطبعا هذا راح يكون الى توتوريال خاص فيه. ما نقدر نضمنه ضمن هذا التوتوريال. اه ضمن قواعد البيانات. راح يكون ايضا التوتوريال في فيديو اه واحد. لنتكلم فيه عن قواعد البيانات واستخدام الادوات اللي موجودة عندك. اللي هي شبكة عرض البيانات. ويضا عندنا شارت هنا يقوم بتوضيح البيانات المعنية وهكذا. ایضا عندنا البرنتيق اللي هي الطباعة. عندنا مجموعة من الادوات يمكن تستفاد من عندها. في الطباعة كالديالوج والبريد دوكيمينس والبيو كونترول وهكذا. ايضا عندنا Language مجموعة من الديالوج كالكلر هذا يستفاد من عدة في انه يعرض لك دايلوغ في مجموعة من الكلر وايضا عندك الفولدر براوزر متصفح الملف يعني الفولدر المجلدات الفونت هذا الفونت هو نفسيته اللي يظهر انه هتبدي تختار الفونت من عنده open file dialog الديالوج اللي يفتح لك ملف save file dialog الديالوج اللي يبدي يفتح لك يحفظ لك ملف اذا هذا يبدي يفتح لك ملف وهذا يبدي يحفظ لك ملف هذا يختار لك الفونت هذا يعمل لك براوزر على الفولدر هذا يبدي يعرض لك color اوكي هذه كلها عبارة عن دايلوغ ايضا تبدي تنبثق عندك هنا وتبدي تستخدمها كغرض برمجي بدل انه تبدي تحتمد على امور تتبنيها من الصفر اذا هذه كانت التقسيمات الرئيسية الخاصة في الادوات في ادوات اخرى يمكن تضيفها كمكتبات كدف اكس بريس اي لابيراري اي مكتبة اخرى وطبع راح تشوفها انه افضل مكتبة الان مستخدمة لالتصميم هي دف اكس بريس ويمكن تضيفها انت وتبدي تجيك هنا وتبدي تستفاد من الادوات الخاصة فيها اذا الان خلينا بدي نتكلم عن الامور البرمجية الخاصة في النمط في الاساس خلينا احدد كل هذه الادوات طبعا تقدر تحدد اه كائن واحد تضغط على كنترول تقدر تحدد اكثر من كائن يمكن تقوم باستنساخ كان من خلال كنترول سي اوكي كنترول في اوكي تقوم باستنساخه اوكي يعني تتعامل معاك اي عملية اه كاي عمل على اي برنامج اي يعني كترول سي للكترول دي عملية حذف وهكذا فخلينا اعمل view designer اه ثم بعد ذلك اقوم باختيار كل هذه الكائنات واعمل عليها delete من الكيبورد اوكي اه ثم بعد ذلك ابدي بسحب اه اه كومون كنترولز ابدي باخذ تكست بوكس يعني خلينا نطبق سفة شي جدا بسيط او في الاساس اخذ الابل يمكن تستخدم البحث طبعا مثل ما تشوف ابدي ابحث عن الابل اكتب الابل اوكي هذا عدنا الابل من القسم all windows 4 ابدي اسحبه وسقطه هنا وقوم بتغيير الخصائص الخاصة فيه اذا اول خاصية ابدي اخذ بنظر الاعتبار بالنسبة للابل هو ايش هو المظهر هو الفونت مثلا على سبيل المثال فاتج هنا على الفونت وابدي انقرع على التاج وابدي اختار اي فونت خاص فيه وقوم بتغيير الفونت مثلا الى اي حاجة مثلا عشرين ثم على ذلك يقل له هنا اوكي ثم على ذلك ابدي انزل الاسفة راح تشاهد انه عندك التكست يعني نص اللي المعروض عندنا الان واقوم بتغيير اسمه مثلا يقل له هنا اكتب اسمك اوكي عفوا انقل له هنا اكتب اسمك تمام هذا بالنسبة الى النص اوكي الان موقع الاداء ضمن الفورن جدا مهم راح نبدأ نتكلم عليه في قسم الحاويات وقسم التصميم المنتجات فعلى هذا الاساس اه ابدي اختار اه تكست حتى اقوم باخذ الاسم الخاص فيه ابدأ اسقطه هنا اقوم بتغييره بهذا الشكل ثم على ذلك اذهب الى الفونت ايضا واقوم بالضبط الخاص فيه واجعله بمقدار عشرين اوكي راح يكون عندنا بهذا الشكل يمكن تقوم بالتغيير الآن ضمن العمل ويمكن تذهب الى خاصية الاساس راح تشوف اه عرضه والارتفاع الخاص فيه يمكن تضبطه بالشكل المناسب مثلا نجعله ثلاثمية في خمسة واربعين اوكي الان هذا عندنا كائن انا ما ابدي اذهب اخذ الابل وابدي استنسخه يعني واضيفه وغير الخصاص الخاصة فيه يمكن استنسخ هذا الكائن فيمكن اخذ عليه كوبي وثم على ذلك بيست وراح يبدي يعملك بيست عليه انا فضل استخدم طريقة اخرى انه نضغط على مفتاح من الكيبورد او الالت باستمرار اضغط على حرف اه مفتاح الالت من الكيبورد وابدي اسحبه او الكترل للاستنسخ كنترل اوكي وابدي اسحبه راح يبدي اخذلك من عندك من عنده نسخه اوكي اضغط كنترل وثم مع ذلك اقوم بالسحب الان اذهب على الخصائص الخاصة فيه وقوم بتغييره مثلا الى اي شي بهذا كنتيجه طبعا تمام اضعه بهذا الشكل انا احتاج بوتن اللي هو حتى نفذ عملية كتابة الاسم وطباحته هنا اوكي هذه الفكرة العامة فابدي ابحث عن بوتن وابدي اسقطه بهذه الصورة اوكي اقوم بتغيير الخصائص الخاصة فيه اذا اذهب الى الفونت اوكي لو تشاهد ان الخصائص الان مكرره اقوم بتغيير الفونت ثم وع ذلك اقوم بالذهاب على اه مثلا نقل لهنا نرن تمام فالان فكرة العامة نقوم بيدخال التكست هنا ثم مع ذلك عرضه هنا فاول شي مثل ما قلنا الكانات نتعامل معها برمجية نعطيها اسماء فالان اقوم بتسمية هذا التكست اذهب الى الاسم النام وقوم بتسميته تي اكس تي او ادي التكست اي دي تي كتسمية الفاريبل اي دي تي ادي التكست نيم تمام ثم مع ذلك هذا اللي موجود عندنا قوم بتغيير الاسم الخاص فيه الى تي اكس تي نيم اوكي ثم مع ذلك اقوم بيذهب على هذا البوتن واعطي اسم ايضا بي تي ان رن اوكي ثم على ذلك اقوم بعمل الحدث الان الحدث كل كائن الى مجموعة احداث ليس حدث واحد فطبعا اكو مجموعة اكو حدث يسمونه الحدث المميز بمعنى الان الحدث الدائما احنا نبدي نستخدمه مع هذا البوتن اللي هو حدث النقر لما للكائن يقوم بالنقر على البوتن يبدي انه ينفذ فض اجراء معي ولكن مثلا تجد انه الحدث اللي دائما ما يبدو يستخدم عندك مع هو ايش حدث حدث تعديل او حدث تغيير القيمة داخل التكس بوكس فعلى هذا الاساس ابدي باختيار هذا البوتن وانقر عليه مرتين لما تنقر عليه مرتين يبدي يعمل لك او يعمل لك الحدث اذا مثل ما تشوف هذا عندنا حدث اعمل لك فويد برايفت فويد برايفت اللي هو اه يعني هو خاص في هذا الكلاس فويد هو اجراء اوكي ثم مع ذلك اسم الكائن هو الحدث الخاص فيه اللي هو كليك ثم مع ذلك يبدي يستقبل لك اه 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 الخاص فيه اقوم بتنفيذ الكود الخاص فيه فالان الكود بكل بساطة انه انا اخذ القيمة اللي موجودة عندي هنا ثم اضعها هنا اوكي يمكن اقوم باخذها بشكل متغير اقوم بتعريف var اسمي name ثم على ذلك اخذها من edit text name.text تمام الآن اخذتها ثم على ذلك اقل له هنا عندي txt name.text يعني خاصية التغيير ثم على ذلك يقل له هنا name يعني اسند لياها اوكي بهذه البساطة اذا لو تعمل run على الapplication mall tech تقوم بيدخال الفاليو الخاص فيك هنا على سبيل المثال تقوم بكتابة وصفات ثم على ذلك run رح يبدي يعمل لك اياها اخذها من هنا ملست عليها من هنا بمعنى انه هذا يعني الغرض من هذه الفكرة انه الخصاص يمكن تقوم بتغييرها برمجيا اوكي ويمكن تقوم بتغييرها الان بشكل مباشر على التصميم يعني هذا التكست يمكن تقوم بكتابة الان بشكل مباشر مثل ما احنا كاتبينه ويمكن تقوم بتغييرها برمجيا نفس الكلام size اي خاصية الان موجودة الان تقوم بتغييرها برمجيا او تقوم بتغييرها اا يعني ضمن التصميم وهذا طبعا مثل مشاهدي الان اي كان موجود عندنا على سبيل المثال edit text name dot لما نقل له dot رح يبدي يعرض لك اا مجموعة الخصائص الخاصة في هذا الكائن احنا نعرف انه النمط windows form هو يشتغل عندنا في اا على مبدأ البرمجة كائنية التوجه بمعنى انه تحتبر انه هذا التكست هو عبارة عن class هو عبارة عن صنف تمام وهذا الصنف الى مجموعة من الوظائف ولا مجموعة من الخصائص ولا مجموعة من الاحداث مثل ما شاهد انه الeditor هذا يا مالتنا يبدي يعطيك ثلاث ايقونات لخاصية الفلترة طبعا الان هو عارضهم لك كله اوكي عارض لك الخصائص والوظائف وعارض لك الاحداث خصائص وظائف احداث اوكي فالاحداث هذه اللي هي علامته بهذا الصورة اللي هي اللي انا شفناها في القائمة والخصائص الساوقة وهذه عندنا الوظائف تمام احنا غالبا ما نتعامل مع الخصائص والاحداث في الدرجة الاساس لو تبدي تغير على الخصائص راح تشات كل الخصائص اللي هي كانت موجودة عندنا الان يمكن تقوم بتغييرها الان برمجيا الان خلينا نبدي نتكلم عن التصميم المتجاوب في نمط مندوز فور بشكل عامل تصميم المتجاوب لابد انه ياخذ بنظر الاحتبار اثناء عملية تصميم اليو اي الخاص فيك وهذا الكلام يبدي يطبق على كل المشاريع البرامج جيال سواء كانت تطبيقات هواتف ذكية ولا صفحات انترنت او انه احنا الان دي نشتغل كبرنامج كمبيوتر فبالاساس البرنامج الخاص فيك راح يبدي يشتغل على السيستم والسيستم يكون منصب على عدة اجهزة مختلفة الشاشات وبالتالي مقاس الشاشات مختلف ودقة الشاشة مختلفة وهذا راح يبدي ينتج لك ان البرنامج الخاص فيك يبدي يشتغل على عدة شاشات فسواء انه كان البرنامج مصمت اي بمعنى ذا سايز ثابت ما يقدر المستخدم انه يزيد من حجم الفورم فهذا راح تبقى الادوات مثل ما هي موجودة او لا اذا كنت انت طبعا تريد البرنامج الخاص فيك انه يزيد من حجم الادوات حسب يعني دقة الشاشة وحجم الشاشة فبالتالي لازم تاخد منظر الاحتبار مبدأ التصميم المتجاوب responsive design طبعا مبدأ التصميم المتجاوب هنا داخل النمط يبدي يتركز عندنا بنقطتين رئيسيتين اول شي خصاص اللي هنا خاصتين رئيسيتين الان راح نبدأ نتكلم عنه والثاني اللي هو الحاويات انه انت يعني الواجهة الخاصة فيك تبدي تقسمها على الحاويات اللي موجودة عندنا الان راح نبدأ نطرق الهن وعلى هذا الاساس يمكن نتحصل على فى التصميم يكون متجاوب بالنسبة للشاشة طيب الان خلي نبدي نتكلم عن الخصاص طبعا عندنا خاصتين رئيسيتين على سبيل المثال لو تبدي تسحب بوتون وتبدي السقطة داخل الفورم فاول شي لازم انه تفكر تقول اوكي هذا عدي بوتون لما اجي المستخدم يزيد حجم الفورم وين راح يكون موضح هذا البوتون هل هو راح يبدي يكون عندي ثابت او لا راح يبدي ينزاح الى الجهة اليسرى اليمنى يعني على يسار يمين الاسفل لو تلاحظ الان بشكل افتراضي كديفولت البرابارتيز خصائص افتراضية انه البوتن هو يكون الانكر الخاص فيها خاصية انكر يسمونها التمركز انه التمركز الخاص فيه يكون يسار اعلى بمعنى لو ابدأ ازيد حجم الفورم لو تلاحظ انه هو ثابت باتجاه الاعلى وباتجاه اليسار وطبعا هذه خاصية يسمونها الانكر وهي لكل الكائن انت تبدل سقطة في الاساس داخل الفورم الى فالانكر معينة ترتبط عندنا في اربع اتجاهات رئيسية وهي مثل الهوامش يعني المارجن عندك هامش للأعلى وتمركز للأعلى وللأسفل وتمركز اليسار او لليمين طبعا لو تبدي تأشر هذا الكائن تبدي تذهب على الخصائص راح تشوف انه عندك في الاعلى خاصية الانكر ومثل ما تشوف الان هي لها اربعة خصائص رئيسية على اعلى واسفل يعني top on bottom on left or right وفي الاساس هي top يعني اعلى ولفت ومثل ما شفناه انه هو الان عملية التمركز مالتي اعلى ولفت لو ابدي اكا نصلها بالكامل يعني انغل انكر راح يكون مركزه في السنتر تماما بمعنى لو يبدي يكبر عندك الان على كبر الحجم راح يكون عندك في المنتصف وحتى لو تبدي تزيد الحجم الخاص في السايز في فمعنى ذلك انه الكائن ياخذ السنتر او ياخذ نفس البوزجين وبالتالي يكون عندك ابسوليوت يعني مطلع فعلى سبيل المثال انت عندك بوتون وتريد هذه البوتون تخليها في الاعلى تماما لليسار فعلى سبيل المثال ابدي اكرر هذه البوتون اوكي وابدي احددها كلها بالكامل واذهب على خاصية الانكر وابدي اضبط الانكر الى الاعلى واليسار وبالتالي راح يكون عندك الى الاعلى واليسار لما تعمل تست على البرنامج تبدي تزيد السايز راح يكون عندك اعلى يسار نفس الكلام لو ردت انه تخليهن في المنتصف تماما بهذا الشكل فراح تذهب على الخاصية التمركز وتبدي تلغي الليفت والخليه الى التوب فقط وبالتالي راح يبدي يتحقق اليك الى التوب بمعنى انه راح يكون فقط الى الاعلى خاصية التمركز نفس الكلام يبدي يطبق عندك الى اليسار اعلى يعني هذه بالنسبة للخصائص تكون الى واحدها على سبيل المثال لو عندك هذا البوتون اوكي وعطيتها انكر في تجاه الليفت متضات يعني تجاه يسار ويمين فايش تتوقع راح تتوقع انه توقع انه بالتالي راح يبدي يزداد الحجم مع حجم الفورم فالان لو تتجي على الانكر ونخليه فقط الى الليفت والرايت وتبدي تزيد تبدي تزيد فيه سايز لاحظ الان اصبح عندك يعني زيادته تكون مع زيادة سايز وطبعا هذا تحتاجه بكثير من التصميم انه انت تحتاج كائن مع زيادة حجم الفورم يبدي يزداد عندك اوكي طيب لو بديت بالعكس تماما انه انا اعطي انكر في الاعلى واسفل راح يبدي ايضا ياخذ عندك للاعلى وللاسفل طبعا هذه اول خاصية مهمة اللي هي خاصية الانكر الخاصية الثانية اللي تاخذ بنظر الاعتبار بالتصميم المتجاوب اللي هي يسمونها خاصية وطبعا هذه خاصية كأنما انه تتعمل فت احتواء معين للكائن والاحتواء مثل ما نعرفه نفس الشي ما يكون احتواء الى اعلى او الى لفت ورايت وبوتوم لو تذهب لي على الخصاص ثم على ذلك تتجه على الكنتينر خلينا نغلق هذه الكاتيجوريز تمام لو تتجه على الكنتينرز راح تشوف انه عندك مجموعة من الحاويات وطبعا الحاويات في الاساس هي عبارة عن اوبجيكت تقوم بترتيب فيها العناصر مبدعين خلينا نتكلم اول شي عن البناط البناط هي الحاوية الرئيسية اللي يمكن انه تستخدم لترتيب العناصر داخلها ومجرد حاوية تقوم بيسقاط فيها الكائنات وطبعا الها خصائصها يعني الها اسمها الها الباكالر الخاص فيها يعني خصائص متكاملة يمكن انه تتطبقها بشكل مباشر عليها على سبيل المثال تذهب لي على الباكالر هنا الخاص فيها وتبدي تجعل انه الباكالر عبارة عن غري اوكي بهذا اللون ثم بعد ذلك تقول انه اوكي انا هذه هسا عندي اوبجيكت يمكن انطبق علي انكر مثل ما تكلمنا سابقا لكن اقول انه هذه الحاوية اريد اعمل لها احتواء لليسار واعتبرها انه هي نافيجيشن بار تمام فتذهب لي على اه خاصية يسمونها داك هذه الخاصية تعمل لك احتواء ونفس الكلام اما ان تكون احتواء على يسار يمين او احتواء بالكامل او يكون عندك نان نان هو الجزء الافتراضي انه الكائن لما تضيفه هو نان يعني ما في اي احتواء على سبيل المثاله تجعل احتواء عندك لليسار تماما فالان اصبع عندك هذا الكائن هو محتوى الى اليسار بمعنى علي فكس منها وعلي فكس منها وبالتالي اصبع عندك كأنما نافيجيشن بار اي بمعنى لو تبدي تعمل تغيير للسايز فراح يبدي يتغير وعملية الاحتواء تكون عنده لليسار نفس الكلام يبدي يتكرر عندك لما تجعل هذا الاحتواء تاخذ بنال على سبيل المثال وتبدي تسقطها ثم مع ذلك تذهب وتقوم بعمل الى احتواء الى الليفت راح تكون عندك الى الليفت على سبيل المثال خلينا نغير اللون الخاص فيها الى هذا اللون اوكي فالان اصبع عندك احتواء باتجاه الرايت واحتواء باتجاه الليفت بتقول انا اريد احتواء باتجاه الاعلى نفس الكلام يبدي يتطبق عندك اخذ بنال ثم ذلك اذهب الى خاصية الاحتواء اجعلها الى الاعلى ثم مثلا غير الباكلار يكون عندنا مثل بهذا اللون اوكي نفس الكلام عندك اذا تريد احتواء الى الاسفل فتبدي انه تجعل الاحتواء الى الاسفل تماما اوكي فاصبع عندك الان كائن الاحتواء الخاص فيه الى الاسفل اما الاحتواء بالكامل فهذه المساحة اللي بقت هي في الاساس تريد انه تضبطها بالكامل فاخذ بنال ثم مع ذلك اذهب الى خاصية الاحتواء ثم اضبط الاحتواء الى الكامل اوكي الى فول يعني يكون عندك فول كنتينر فالان اصبحت عندي هذه فول كنتينر ولو تبدي تعمل ستارت عليها فراح تلاحظ الان الكائنات هي مرتبة عندك مثل ما تلاحظها بنفس السايز وبنفس القيمة المطلقة واصبحت عندك هذه الحاوية اللي احنا وضعناها بالمنتصف هي اللي اخذت السايز الكلي يعني هذه تحتفظ بنفس السايز الخاص فيها يعني احتواء لليسار لليمين اعلى اسفل بنفس السايز بينما السايز المتغير هو الاحتواء بالكامل هذه بنسبة لخاصية الاحتواء اذا دينا خاصية اتين مهمات اللي هي خاصية الانكر خاصية التمركز والخاصية الثانية خاصية الاحتواء تاخذ بنظر الاحتبار اثناء عملية التصميم طيب الان احنا طبعا طبقنا هذا الكلام على حاوية البنال والبنال هي حاوية قياسية تستخدم ترتيب العناصر بشكل مطلق أي بمعنى لو تبدي تاخذ أي عنصر ليكون مثلا عندك بوتن وتبدأ السقطة داخل هذه الحاوية راح ياخذ مكانه مثل ما هو موجود يعني ما فيه أي مشاكل كأنما أنت تصمم على الفورم وما فيه أي مشكلة بهذا الكلام أنه تقوم بالتصميم داخل قيمة مطلقة أو داخل حاوية مطلقة هذه بالنسبة للحاوية الاحتيادية وهي دائما ما تبدي تستخدم لترتيب العناصر بقيمة مطلقة أو بنفس القيمة بدون أي اختلاف الحاوية الثانية إذا ردت أنه تقوم بترتيب العناصر بشكل إيش بشكل أفقي أو بشكل عمودي تقول الآن أوكي أذهب وأختار flow layout panel هذه تعمل لك flow للكائنات بمعنى أنه الآن إذا ردت أنه ترتب العناصر بشكل أفقي أو عمودي فراح تبدي تختار هذه الحاوية نفترض أنه عدنا فد navigation bar باتجاه اليسار أوكي ثم مع ذلك نقوم بتغيير الباك كالر الخاص فيه نذهب على custom ونبدأ نختار هذا الباك كالر ثم نبدأ ناخذ button أوكي نبدأ نبحث عن button ثم مع ذلك سقطة هنا لو تلاحظ الآن button أخذ مباشرة أخذ الموقع الخاص فيه ما أقدر أنه أبدأ أغير الموقع هاني لأن هذه تحتبر عندنا حاوية ترتب العناصر بشكل أفقي أو عمودي طيب الآن الشكل الإفتراضي له هل هي أفقي أو العمودي وتأخذ كترال C على هذا الوطن وداخل الحاوية تأخذ كترال V راح تلاحظ أنه العناصر تبدي تترتب عندك بشكل أش بشكل عمودي وبالفعل لو تبدي تتجه على خصائص هذه الحاوية وتذهب على أهم خاصية اللي هي Flow Direction يعني ال Direction الخاص فيها راح تجد أنه Direction Left to Right أوكي Left to Right يعني متجاه Left إلى Right بالأساس تقدر تعمله Top to Down يعني من الأعلى إلى الأسفل لكن باحتبار أن الحاوية الخاصة فينا هي الآن بهذا الشكل فالآن الأدوات تترتب عندنا من الأعلى إلى الأسفل إذا طبعا إذا لديت أنه تقوم بترتيب على سبيل المثال ناخذ Flow Layout ثم على ذلك أسقطها هنا وأجعل Container أضحن Palette Container يعني كفول ثم على ذلك داخله أبدأ أخذ Panel نفترض أنه إيش عندك عندك فد Panel معين تحتوي لك على مجموعة معلومات لاحظ أخذت الموقع الخاص فيها وأقوم بتغيير الباكالر الخاصة في هذا البنال تكون عندي بهذا الشكل ثم على ذلك أخذ C عليها وأبدأ أكرر C في داخل Flow لاحظ الأدوات كيف ترتب عندي يعني أصبح عندك ترتيب العناصر بشكل Flow إضافة لذلك هذا يعطيك إيش يعطيك تصميم وتجاوب يعني إيش تصميم وتجاوب يعني مثلا لو نفترض أنه الآن ترتيب العناصر على ثلاثة لما إجه المستخدم وزيد الحجم تلاحظ أن العناصر تعيد ترتيب نفسها وهذا شي ممتاز أنه أنت تستفاد من عملية عادة ترتيب وتنظيم العناصر نسبة للتصميم ومنسبة للحجم وهذا شي تشوفه كثير من البرامج أنه هي متجاوبة بمعنى لو أنت يبدن مستخدم يزغر حجم البرنامج الأدوات تعيد ترتيب نفسها في نفس الحاوية وهذا يمكن أنه تستفاد من عنده هذه بالنسبة للفلولي آوت بناط طبعا هذه تحتبر من الحاويات المهمة الكثيرا ما تبدي تستخدم أيضا من الحاويات المستخدمة عندنا اللي هي الـ Group Box وهذا مجرد جروب يعني تقوم بوضع فيه العناصر طبعا أهم شي موجود عندنا وهذا يستخدم لتقسيم العناصر لدرجة الأساس هذا الـ Group Box إلى Title مثل ما نعرف الـ Text خاص فيه تقوم بتغيير الـ Title على سبيل المثال يقول أنه عندك Info معلومات ثم على ذلك تقوم بترتيب داخل العناصر طبعا العناصر لما تقوم بوضعها داخله الآن يصبح عندك هو الحاوية لما تقوم بتغيير Size فيكون داخلك أنما تقوم بوضع كائن داخل كائن هذا بالنسبة إلى الـ Group Box أيضا عندنا حاوية اللي هي الـ Table Layout الـ Table Layout بكل بساطة لأنه تقوم بتقسيم الكائنات أو حاوية تقسم إلى جدول يعني صفوف وأعمدة مثل ما تشوف الآن إيش عندنا عندنا عمود واحد وعندنا صف واحد وبالتالي انتجت لك أربعة خلايا خلينا نزيد الحجم الخاص فيه بهذا الشكل فالآن تقول أنه أنا أريد أضيف صف آخر فأوكي أخذ Click من هنا يعني على هذا التاق دائما هذا التاق نشير إلى خصائص الحاوية أو خصائص العنصر ثم بعد ذلك أقوم بعمل Add column فبالتالي راح يبدأ يضيف لك column جديد ويمكن أنه تقوم بـ يعني التحكم بالـ Size الخاص فيه من خلال إدراقة ندروب على هذه يعني على هذه الصفوف وعلى هذه الأعمدة إذن إلى هنا تقريبا يعني بشكل عام أخذت أهم الأمور الأساسية في تصميم داخل هذا النمط بقى عليك أنه أنت تطبق هذا الكلام وتبدي تستخدم هذه الخصائص في التصميم ما في أي شي غريب من ناحية التصميم مجرد أنه خصائص تقوم بترتيبها ولكن تحتاج إلى أنه تتطبق مع مشروع تحتاج أنه يكون في مشروع تبدأ تطبق مع المشروع وتبدي تتعلم كيف تستفاد من الخصائص وتقوم بتغييرها والحصول على أفضل تصميم ممكن وتأخذ بنظر الإحتبار هذا الكلام اللي إحنا تكلمناه من حيث أنه عملية تصميم لازم تكون عندك responsive design إضافة لذلك لازم أنه UI Maltec أو تصميم UI يكون عندك مثلا ما يأخذ من موارد النظام ويكون يعني performance الأداء الخاص فيه عالي هذا أيضا أمور لازم نأخذها بنظر الإحتبار طبعا مبدئيا إحنا في التوتوريال التالي رح نبدئ نتكلم عن قواعد البيانات باستخدام entity framework بمعنى أنه رح نبدئ نعمل توتوريال تطبيقي ونبدئ نستخدم entity framework لإجراء العمليات على قواعد البيانات وإذا رح يكون توتوريال في فيديو واحد فقط فالآن الخطوة التالية إليك يمكن أنه أنت تزيد في معرفتك من ناحية التصميم فيمكن أنه تذهب إلى القناة ثم مع ذلك تذهب إلى مشاريع برمجية تطبيقية رح تشوف عندنا مجموعة من المشاريع المطبقة في لغة البرمجة c-sharp مبدئية فعلى سبيل المثال برنامج إدارة المبيعات برنامج يعني في تطبيق من ناحية التصميم من ناحية البرمجة نفس الكلام ينطبق عندك على مشروع برنامج التقص برنامج وصفتي برنامج إدارة المكتبات بلغة c-sharp هذه كلها عبارة عن مشاريع فيها تصميم متقدم فيمكن أنه تستفاد من عدف هذا الغرض من ناحية التصميم شكرا جزيلا نلتقيكم في التورية الآخر